يعني زيارة المفادة لأمم المتحدة إلى إيران ربما في الإطار العام لا يجوز باعتبار أنها مفادة للعراق فقط وبالتالي زيارتها إلى إيران محطة سائل ولكن الواقع يشير إلى أن هناك تأثير إيراني كبير داخل الساحة العراقية هناك تأثير إيراني على الأمن العراقي على الواقع السياسي العراقي وبالتالي هذه الزيارة لا تخرج من إطار التفاهمات محاولة إدراك أو إدخال إيران بأن لها تأثير فيما يخص موضوع الانتخابات بالتأكيد سيكون لها دور وتأثير وأيضا لا تنسى أن هناك قصف للسفارات وخاصة السفارة الأمريكية وبالتالي الأجنحة التي ربما إيران لها تأثير عليها يعني لها دور إيران تستطيع أن تقلل أو ربما حتى تفرض عدم القصف كل هذه الأمور بالتأكيد مفدت الأمم المتحدة حريصة على طيب إيران إذا تريد تتفاعل مع هذه الزيارة بالرسائل الإيجابية التي حملتها بلاس خارت لكن المصلحة والمصالح المتبادلة والتخادم يتطلب شيء مقابيل شيء آخر فما الذي ستقدمه بلاس خارت من تطمينات للجانب الإيراني بحيث أن إيران توقف ضغطها الأمني في الساحة العراقية ربما تخفف من فعلها الأمني من خلال وكلائها في الساحة العراقية تخفف أيضا من تأثيرها السياسي في الساحة العراقية فما هي المكاسب المتوقعة؟ أعود بلاس خارت لها برأيك؟ أعتقد هنا يأتي دور الإدارة الأمريكية الجديدة بالتالي ربما هناك رسائل من إدارة بايدن لإيران بتعامل بشكل ربما يختلف عن سلفه وبالتالي ربما هناك خطوات إيجابية للتعامل مع إيران خاصة في موضوع الملف المتأزم بين إيران وأمريكا وبالتالي أيضا التأثير ذلك على الاقتصاد الإيراني هناك خطوات كثيرة قام بها ترامب ضد إيران ربما أشبه بحصار اقتصادي وبالتالي إيران تحتاج إلى انفراج من ناحية الاقتصادية وأيضا حتى من الناحية السياسية والدولية وبالتالي ربما هناك إشارات لتطمينات لإيران لتغيير في السياسة الأمريكية القادمة